أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في خدمة دروس اليوم لدينا درس بعنوان الآحات والعشرات لمادة الرياضيات للصف أول ابتدائي فهيا بنا أعزائي الطلاب نتعلم سويا اليوم تكوين مجموعات من عشرات وآحات فهيا بنا للنشاط الثالث أمثل العدد على صورة آحات وعشرات وأعيد تجميع عشر آحات لتمثيل عشرة واحدة إذا كان يا أبطال لدي مجموعة من المكعبات تمثل هذه المكعبات يا أبطال الآحات وعدد هذه المكعبات يا أبطال ستة عشر إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر إذن عدد هذه المكعبات يا أبطال ستة عشر ممتازين إذن هذه يا أبطال تسمى آحات وسنعيد يا أبطال تجميع هذا الآحات لتكوين عشرات ممتاز إذن أضع عشر آحات لأكون عشرة واحدة إذن يا أبطال الآن نأخذ من هذه الآحات عشر مكعبات لتكوين عشرة واحدة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة الآن يا أبطال هذه عشر مكعبات تمثل عشرة هل المكعبات المتبقية نستطيع أن نكون بها عشرة؟ لا أحسنتم لأن عددها يا أبطال ستة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة والستة يا أبطال لا تكون عشرة ممتازين إذن يا أبطال الستة عشر من الآحات يكون بها يا أبطال كم عدد الآحات المتبقي؟ ستة أحسنتم وكم عدد العشرات؟ ممتازين عشرة واحدة إذن يا أبطال الستة عشر من الآحات يوجد بها ستة آحات وعشرة واحدة ننتقل الآن للمثال الأول أستعمل المكعبات لأكون مجموعات من آحد وعشرات ثم أكتب العدد لدي يا أبطال مجموعة من المكعبات تمثل الآحد وعدد هذه المكعبات هو أربعة عشر إذن يا أبطال عدد هذه المكعبات أربعة عشر وسأكون منها عشرات أحسنتم الآن يا أبطال نكون عشرة واحدة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة الآن يا أبطال كونت عشرة واحدة هل أستطيع أن أكون من المتبقية يا أبطال عشرة واحدة؟ أحسنتم لا أستطيع لماذا؟ لأن عددها يا أبطال أربعة إذن الأربعة عشر يا أبطال يوجد بها كم أحد يا أبطال؟ أحسنتم أربعة وكم العشرات؟ عشرة واحدة أحسنتم إذن الأربعة عشر يا أبطال يوجد بها أربعة آحد أربعة مكعبات ويوجد بها عشرة واحدة عمود واحد إذن يقرأ هذا العدد يا أبطال أربعة عشر إذا كان لدي في الآحات أربعة وفي العشرات واحد يقرأ العدد أربعة عشر أحسنتم ننتقل الآن للتدريب الأول أستعمل المكعبات لأكون مجموعات من آحات وعشرات ثم أكتب العدد لدي يا أبطال مجموعة من المكعبات تمثل آحات وعدد هذه المكعبات هو ثمانية عشر وأريد أن أكون من هذه المكعبات يا أبطال عشرات نأتي الآن وسنكون عشرة واحدة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة الآن يا أبطال كونت عشرة واحدة هل أستطيع أن أكون من المتبقي عشرة يا أبطال؟ أحسنتم لا أستطيع لماذا لأن عدد المتبقي يا أبطال ثمانية ولا أستطيع أن أكون بها عشرة إذن الثمانية عشر يا أبطال كم يوجد بها من الآحات؟ أحسنتم يوجد بها ثمانية من الآحات ممتازين وكم يوجد بها من العشرات؟ عشرة واحدة أحسنتم إذن إذا كان لدي في الآحات ثمانية وفي العشرات واحد يقرأ العدد ثمانية عشر أحسنتم نأخذ أعزائي الطلاب تدريب آخر أستعمل المكعبات لأكون مجموعات من آحات وعشرات ثم أكتب العدد الآن لدي مجموعة من المكعبات يا أبطال جميع هذه المكعبات تسمى آحات وعدد هذه المكعبات هو واحد وعشرين أحسنتم ونأتي الآن يا أبطال لنكون عشرات من هذا الآحات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة الآن يا أبطال كونت عشرة واحدة هل أستطيع أن أكون من المتبقي يا أبطال عشرة أخرى؟ أحسنتم نعم أستطيع أن أكون عشرة ثانية ممتازين إذن نأتي الآن يا أبطال ونكون عشرة ثانية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة كم تبقى من الآحات يا أبطال؟ واحد هل أستطيع أن أكون بعشرة؟ لا ممتازين إذن الواحد والعشرين يا أبطال يوجد بها كم من الآحات؟ ممتازين واحد وكم عشرة يا أبطال في الواحد والعشرين؟ أحسنتم اثنان إذن يا أبطال إذا كان في الآحات الرقم واحد وفي العشرات اثنان فإن الرقم يكون واحد وعشرين أحسنتم ننتقل للتدريب الثالث أستعمل المكعبات لأكون مجموعات من آحد وعشرات ثم أكتب العدد لدي أبطال مجموعة من المكعبات تمثل هذه المكعبات الآحد وعدد هذه المكعبات كم؟ ممتازين ثلاثة عشر إذن لدي ثلاثة عشر من الآحات نأتي الآن يا أبطال للتجميع ونكون عشرة واحدة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحسنتم إذن تكون لدي يا أبطال كم عشرة؟ عشرة واحدة أحسنتم كم تبقى من الآحات؟ ثلاثة ممتازين هل أستطيع أن أكون بها عشرة؟ لا أحسنتم إذن يا أبطال الثلاثة عشر يكون بها كم من الآحات؟ ممتازين ثلاثة آحات وكم يكون فيها عشرة يا أبطال؟ أحسنتم عشرة واحدة ممتازين إذا كان يا أبطال المنزلة الأولى للرقم ثلاثة والمنزلة الثانية واحد فإن الرقم يكون ثلاثة عشر أحسنتم ننتقل للمثال الثاني أستعمل المكعبات لأكون مجموعات من أحد وعشرات ثم أكتب العدد العدد إذا كان يا أبطال لدي هذا العدد وهو خمسة وثلاثين آحات سنعيد تجميع هذا العدد يا أبطال ونكتب كم يحتوي على آحات وكم يحتوي على عشرات أحسنتم إذن يا أبطال المنزلة الأولى في الرقم دائما تمثل الآحات إذا نكتب في الآحات كم يا أبطال خمسة أحسنتم إذن الآحات لدي خمسة والرقم الثاني أو المنزلة الثانية أبطال تمثل العشرات أحسنتم إذن نكتب في العشرات ثلاثة إذن أعزائي الطلاب العدد خمسة وثلاثين يمثل الآحات خمسة والعشرات ثلاثة ممتازين إذن أعزائي الطلاب إذا جاء في الآحات الرقم خمسة وجاء في العشرات الرقم ثلاثة فإن العدد يقرأ خمسة وثلاثين أحسنتم ننتقل الآن للتدريب الرابع أستعمل المكعبات لأكون مجموعات من آحات وعشرات ثم أكتب العدد إذا كان لدي هذا العدد يا أبطال وهو سبعة وستين آحات أحسنتم وسنعيد تجميع هذا العدد يا أبطال ونكتب كم يحتوي عليه من آحات ومن عشرات أحسنتم ماذا نسمي المنزلة الأولى يا أبطال أو الرقم الأول ممتازين نسمي الرقم الأول الآحات كم الآحات يا أبطال في هذا العدد سبعة منتازين إذن نكتب في الآحات سبعة ماذا نسمي يا أبطال الرقم الثاني أو المنزلة الثانية العشرات أحسنتم إذن نكتب يا أبطال في العشرات ستة أحسنتم إذن نأتي الآن ونكتب في العشرات ستة إذا جاء في الآحات سبعة يا أبطال وفي العشرات ستة فإن الرقم يقرأ سبعة وستين منتازين ننتقل أعزائي الطلاب للتدريب الخامس أستعمل المكعبات لأكون مجموعات من آحات وعشرات ثم أكتب العدد إذا كان لدي يا أبطال هذا العدد وهو ثمانية وتسعين آحات وسنعيد تجميع هذا العدد يا أبطال ونكتب كم يحتوي عليه من آحات ومن عشرات أحسنتم ماذا نسمي الرقم الأول أو المنزلة الأولى من العدد يا أبطال أحسنتم نسميها الآحات كم يكون الآحات في هذا العدد ثمانية أحسنتم إذن نكتب في الآحات ثمانية ممتازين وما هي المنزلة الثانية يا أبطال أحسنتم المنزلة الثانية تسمى عشرات أحسنتم وكم تكون العشرات في هذا العدد تسعة أحسنتم إذن نكتب في العشرات تسعة إذن إذا جاء لدي في الآحات ثمانية وفي العشرات تسعة فإن هذا العدد يقرأ ثمانية وتسعين أحسنتم أحسنتم والآن ننتقل إلى سؤال التقويم الأول ما العدد الذي فيه أربعة آحات وست عشرات الآن نمثل يا أبطال ونضع أربعة من الآحات وست من العشرات نأتي للأحات يا أبطال ونضع أربعة آحات واحد اثنان ثلاثة أربعة كم قيمة هذه يا أبطال ممتازين قيمتها أو عددها يا أبطال أربعة أحسنتم زائد كم العشرات يا أبطال في السؤال ستة أحسنتم إذن نضع الآن يا أبطال ست عشرات واحدة اثنتان ثلاث أربعة خمس ست كم قيمة هذه العشرات يا أبطال ستين أحسنتم عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين إذن نقول أربعة يتمثل الآحات زائد ستين تمثل العشرات لدي الآن يا أبطال أربعة زائد ستين سنضيف للستين يا أبطال أربعة كم يصبح الناتج؟ أحسنتم أربعة وستين العدد الأول أربعة وهو يمثل الأحد والعدد الثاني يا أبطال ستة وهو يمثل العشرات أحسنتم ننتقل الآن لسؤال التقويم الثاني أستعمل المكعبات لأكون مجموعات من أحد وعشرات ثم أكتب العدد لدي أبطال هذه المكعبات وهي تمثل ماذا؟ أحسنتم تمثل الأحد وعدد هذه المكعبات يا أبطال سبعة عشر ممتازين الآن كيف نكون يا أبطال العشرات؟ أحسنتم نأخذ من هذه المكعبات يا أبطال ونكون عمود واحد أحسنتم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة الآن يا أبطال كونت عمود واحد وهو يمثل كم؟ يمثل عشرة أحسنتم هل المتبقي يا أبطال أستطيع أن أكون به عمود ثاني؟ ممتازين لا أستطيع لماذا؟ لأن عدد كم يا أبطال؟ عددها سبعة أحسنتم إذن السبعة عشر يا أبطال كم يكون فيها آحاد؟ سبعة أحسنتم وكم يكون فيها عشرات يا أبطال؟ عشرة واحدة ممتازين إذن إذا جاء لدي في الآحاد سبعة وفي العشرات واحد فإن هذا العدد كم يقرأ؟ ممتازين يقرأ سبعة عشر أحسنتم ننتقل لسؤال التقويم الثالث أستعمل المكعبات يكون مجموعات من أحد وعشرات ثم أكتب العدد لدي يا أبطال هذا العدد وهو تسعة وعشرين آحاد وسنعيد تجمية هذا العدد يا أبطال ونكتب كم يحتوي عليه من الآحاد ومن العشرات كم قيمة الآحاد يا أبطال في هذا العدد؟ ممتازين قيمة الآحاد تسعة أحسنتم إذن الرقم الأول يا أبطال في العدد يسمى آحاد وقيمته الآن تسعة ممتازين كم قيمة العشرات يا أبطال في هذا العدد؟ ممتازين اثنان أحسنتم إذن قيمة العشرات يا أبطال اثنان إذا جاء لدي في الآحاد تسعة وفي العشرات اثنان فإن هذا العدد يقرأ كم يا أبطال؟ تسعة وعشرين أحسنتم تعلمنا أعزائي الطلاب اليوم تكوين مجموعات من عشرات وآحاد فلتكوين الآحاد والعشرات يا أبطال مجموعة من الخطوات الخطوة الأولى أعد الآحاد إذا كان لدي أحاد يا أبطال أحسب هذه الآحاد الخطوة الثانية أقوم بتجميع العشرات وأكتب عددها إذن يا أبطال أأخذ من الآحاد وأكون به عشرات أحسنتم وكل عشر مكعبات تمثل عشرة ممتازين الخطوة الثالثة يا أبطال أعد المتبقي من الآحاد الذي لا يكون عشرة وأكتبه أسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته